تذكرت أن بيع الأعضاء تاني هو حرام بيع الأعضاء لزرعها سواء علمة التي ينزع منه هذا العضو أو لا يعلم هذا حرام في ذينه لا يجوز وإنما أجاز العلماء وعلى رأسهم فتوى للشيخ حمد حماني رحمه الله في فتواه يجوز التبرع بأحد الكليتين لأقاربه أو لصديقه لإنقاذ هذا من الموت وعلى الغريب عن العائلة أو صديق حرام كيفاش؟ عند التبرع بالأعضاء لغير العائلة احنا قلنا التبرع عضو من الأعضاء بشرط أن لا يكون هذا ما يكونش قلب وما يكونش عنده علاقة بالجهاز التناسلي حتى لا يقع الخلط في النسب إذا كان كما حددها الشيخ حمد حماني الله يرحمه يجوز الإنسان إذا شاهد إنسان مهلوك ورحينها لك وتبرع له بالكل والتاعه سواء قريبه أو صديقه أو في سبيل الله جائز بشرط أن لا يتسبب هذا مرض لصاحب المتبرع بهذه الكلية يعني ما يسبب لهش يعني ضرر نعم ويكون هذا عمل إنساني ويكون هذا في سبيل الله وما يكونش هذا مقابل مال أبدا اللي أعد دخل فيه المال أو أعطاه لصاحب الكليا شيء من المال هذا حرام لأنه قد يبيع شيء لا يملكه وهذه الأعضاء هي ملك لله عز وجل نعم